ونروح بقى على الأخبار الألعاب الأخرى طبعا وما أكثرها داخل النادي الأهلي نادي أهلي طبعا زي ما حدقكم عارفين مؤسسة كبيرة بتحتضن الكثير والكثير من الألعاب الجماعية والفردية هنروح لكرة اليد في الأول لكرة اليد طبعا بقيادة المدير الفني مستر ديفيد ديفيز كان بيلعبه مباراة مهمة مبارح في الجولة الحداشر مع نادي طلاق الجيش والانتهت بفوز النادي الأهلي 28-24 وبالمناسبة كان في الجولة الحداشر في المرحلة الثانية لدوري المحترفين للموسم الحالي 22-23-24 المطش كانت لعب مبارح على صالة الأميرة عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة وخلص الشوت الأول بتفوق لنادي الأهلي 16-13 وطبعا أكد تفوقه في الثاني وانتهت المبرى بالفوز وده بيعزز صدرتنا في الدوري وطبعا يعني بفارق ست نقاط عن فريق نادي الزمالك المنافس طبعا التقليدي عندنا مطش يوم التالي القادم بقى مباراة مهمة جدا مع نادي الزمالك ومناسبة نادي الزمالك كان مبارح عنده مباراة مع البنك الأهلي وخسر فطبعا الفارق زاد بقى ست نقاط هللعب نادي الزمالك يوم التالي جاي ان شاء الله على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية والمطش ده أكيد ملوش دور كبير زي ما حدوكم شايفين فارق ست نقاط بشكل كبير خلاص تم حسم الموضوع أول تاني تالت رابع بس خليني قبل ما أقول أهمية مطش الليل والزمالك القادم هو دوري كرة اليد السنة دي الحقيقة القرعة أو نظام المسابقة يعني مش فرق بشكل كبير يعني مش عادل بشكل كبير لأن كل اللي فات ده هيبقى يعني مش هنستفاد منه غير الترتيب كل اللي عبناها طول الموسم أول تاني تالت رابع الأول والتاني هلعبه مع بعض بس توف ثري على بطل الدوري يعني كل اللي فات هنخش احنا ونادي الزمالك متعدلين هنلعب تلات مباريات طيب والتالت والرابع هلعبه برضو تلات مباريات على المديلية البرونزية طيب انت مش اكيوميليتت خلاص انت كل اللي انت بتعمله ومش بيبقى تراكمي فانت في النهاية زي السيدات السيدات كان نظام هايل ونظام جاي جدا كل ما اتشاطك في السنة محسوبة وصلت للنهاية قبل ما الدوري يخلص بتات أربعة مباريات كنت انت مخلص الدوري نهاية نعم النهاردة انا خدت تاني زي اول فالحقيقة يعني اتمنى النظر في دوري المسابقات السيدات لجنة المسابقات وغير لجنة المسابقات الرجال مباراة نادي الزمالك القادمة معلش كابتن هيسم يعني عشان برضو افهم موضوع يعني بتلعب طول السنة ويبقى التاني زي الاول وبتلعب بقى مباراة تانية تلات مباريات تحدد بطل الدور تحدد بطل الدور يعني الاول زي التاني بس ده فعلا مش خير انا النهاردة انا مخسرتش غير مباراة واحدة طول الموسم بقى ماء حقيقي مخسرتش غير مباراة واحدة من نادي الزمالك طول الموسم فالنهاردة غير مباراة الكأسة طبعا ده موضوع تاني مع البنك القادمة ولكن بتكلم مع الدوري فالنهاردة ونادي الزمالك تلقى هزام كتير لانه بتاليين فرق ستين قات كل نقطة من دي بماتش فالنهاردة انه لما اجعل عباة تاني مع نادي الزمالك بيستوف تري طب بيف ده انا مش متوفق صحيح ما انت ممكن كده تخسر سيزون كامل افضل عندك اصبت فعلا اللي نور على الحديث عندك مشاكل فانت بتوقف طول مشوارك في الدوري بتوقفه على مباراة واحدة في حين بقى كابتن هاني نظام السيدات دوري السيدات بقى لليد اتعمل اكيوميليت اتعمل تراكمي كل ماتش بتكسبه بيديك خطوة بيديك نقطة وصلنا حسامنا الدوري قبل ما الدوري يخلص بثلاث مباريات يعني كسبنا ماتش اسموح طبعا ده مش فير ولكن اتمنى ان شاء الله مباراة الزمالك اللي جاء مباراة مهمة لان دي بروفا على لقاءك مع الزمالك في كأس السوبر الافريقي ان شاء الله اللي هيكون في الجزائر الجزائر مظبوط صح وهيبقى كمان مباراة مع ده طبعا ابطار الكؤوس كمان وكمان في الدوري هيبقى البستوفتري يعني انت هتقابل الزمالك عدد مباراة كتير يعني انت النهاردة كنت وفقت قبل السبورتينج قبل النهاء دول السوبر الافريقي وسبورتينج انسحب فالنهاردة زمالك عنده مباراة قبل النهائي وهنلعب مع بعض في النهائي فمباراة يوم التلات بروفا مهمة جدا لازم نركز فيها وكل التوفيق طبعا لفريق كرة اليد بقيادة مستر ديفيد ديفيد ان شاء الله مباراة مهمة أكيد لكن كل الثقة الحقيقة في فرقتنا فريق كرة اليد منه نروح لكرة البسكتبول كرة السلة ان شاء الله بكرة كمان النادي الاهلي بيواجه طلاق على الجيش في ربع نهائي كاس مصر للرجال السلة الفريق الاول لرجال النادي الاهلي بقيادة المدير الفني الأسباني مستر أوجستي بوش وجاهز طبعا لمواجهة نادي طلاق على الجيش فريق محترم واللي بكرة ان شاء الله في ربع نهائي كاس مصر الموسم اللي احنا فيه دوت الماتش هيكون ان شاء الله بكرة الساعة تسعة بالليل على صالة أو فصالة جهاز الرياضة العسكري بمنشئة البكري. فريقنا هيلعب ماتش طلع الجيش. وبعدها هيستعد بكل قوة لمباراة المصيرية للاتصالات في ربع نهائي دوري السوبر. اللي هتكون أيام 3 و 4 و 7 و 8 و 11 إبريل جاي إن شاء الله. نظام البطولة من دور التمانية. الدوري بيتلعب بنظام الباستوف 5. الفريق اللي بيصعد الفائز في 3 مباريات من أصل 5. فريقنا هو حامل اللقب البطولة اللي فاتت وده كمان بعد فوزنا على نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 3 و 1 في سلسلة مباريات اللي تلعبت الحقيقة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. كل التوفيق كمان للباسكتبول للنادي الآلي وإن شاء الله بالتوفيق ويحصولوا على البطولة للعام التاني على التوالي إن شاء الله. الحقيقة فريق السلا برضو يا كابتن حصل أمر يعني فجأة كده إنه كان مفروض دور التامنية ده تلاقي بيستوف 3 بس. بيستوف 5. وكانتلاقي بالسنوات الفاتت بيبقى بيستوف 3 ولكن لجلة المسابقات بقيادة كابتن أحمد كامل حكم الدول الكبير قررت إنها تعملها بيستوف 5. مش عارف يعني هو يعني أكيد ممكن تكون في فرق اعتردت مثلا أو الفرق قالت لك لا أنا عايز أخذ فرصتي زي قبل النهاية وارد. ما عرفش إيه يعني خلفية هذا القرار ولكن هو في الآخر هو قرر التحاد السلة وهي احترم ونلعب بيستوف 5 أتمنى كل التوفيق ليهم إن شاء الله